في ظروف لا تزال غير واضحة حتى الساعة اشتعلت النيران مساء الاثنين في أعرق وأقدم كاثدرائية في أوروبا وفرنسا بشكل خاص كاثدرائية نوتردام وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الحادثة مرتبطة بأعمال ترميم هذا الصرح الشهير بحسب فرق الإطفاء تعد الكاثدرائية إحدى أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس يزورها سنويا نحو 13 مليون سائح من دول العالم كافة لأنها تحفة عمرانية من عصر قوطي ومن أكثر المعالم الأثرية زيارة في فرنسا تقع الكاثدرائية وسط فاريس التاريخي في نهاية أل دولا سيتي بدأ بناؤها في العصور الوسطى تحديدا في القرن الثالث عشر وانتهى في القرن الخامس عشر تعرضت هذه الكنيسة لأضرار كبيرة سابقا تحديدا خلال الثورة الفرنسية وكانت موضوع ترميم في القرن التاسع عشر بإشراف المهندسة المعمارية فيولات في العام 2013 احتفلت نوتردام بعيدها الثمانمائة وخمسين تم تحديثها وتطويرها عدة مرات جاءت عدة عوامل جراء عدة عوامل كانت تخرب أجزاء منها في العام 2013 تم تجديد تراثها مع وصول ثمانية أجراس جديدة وقد كتب عنها كثير من الأدباء العالميين القصص من وحيها منها أحدى بنوتردام للكاتب العالمي فيكتور أوغو وكذلك كتب عنها الأديب الفرنسي الشهير موليار